الكلام موزون كلام في العديد من الوعي هنا لما يطلع لك عضو جميلة عممية يقول لك ما ينفعش رئيس النادي الاهلي ما يبقاش ولد يوكيتد وحتى قالها بالانجلش بيبين لك برضو الفرق مش اي حد ممكن يبقى عضو جماعة موفي النادي الاهلي ولد يوكيتد يعني يلاجب ان يكون جيد التعليم او قوة في التعليم ما ينفعش يبقى رئيس اكبر مؤسسة رياضية في مصر وشرق الاوسط ووفق افرقيا ما يبقاش متعلم جيدة نفس الشيء قالك انت هتقارن لواحد كان بيحارب في حرب اكتوبر ولا واحد دلوقتي في التجنيد بيجاهد في سينة بيحرص بلده مع واحد كان متهرب في اي بلد من البلاد بغض النظر هو كان بيقصد مين منفعش لا يصح لا يصح فيه ضوابط للنادي الاهلي والضوابط بينه يعني تتماشى مع الدستور اللي موجود في مصر دستور البلد اللي بيقدس الخدمة العسكرية شرف كبير جدا ان حد يؤدي الخدمة العسكرية انت لو بتروح تقدم في اي وظيفة بيقولك موقفة في التجنيد ايه عشان تسافر اي بلد موقفك ايه في التجنيد فما ينفعش تكون رئيس مؤسسة زي النادي الاهلي او اي مؤسسة اخر وانت مقدتش الخدمة العسكرية بتاعتك اضافة الى لو انت مش متعلم جيدا ازاي هتقود مؤسسة للنجاح ما هو العلم اساس الحياة الدنيا كلها في العالم كله العلم اساس الحياة فاذا انت كان عندك مشكلة في التعليم هيبقى عندك مشكلة في الفكر والادارة هي عبارة عن فكر ودايما بجيب لحضراتكو امثلة على كل الاسعادة في كل انحاء العالم لو ما فيش فكر ما فيش تقدم الناس في اوروبا ما هماش كائنات فضائية الناس في امريكا ما هماش كائنات فضائية ولكن هم بيمشوا على قصص علمية ده كرة القدم في الفنيات ابتدت تتبني على قصص علمية بقى الدراسة زين الدين زيدان ما كانش وصل لنهو يبقى مدرب ريال مدريد الا لما حصل على اللايسنس الدراسة العلمية اللي تتحلل فرصة ان هو يبقى مدير فني اكبر نادي في العالم فما بالك بقى انا بقود نادي له الملايين والملايين في كل انحاء العالم ما شاء الله النادي الاهلي عنده مشجعين في كل انحاء العالم في كل القرات المصريين ما شاء الله وصلين في كل حتة والشعبية طغية فما ينفعش لا يصح لا يصح الا ان تكون هناك ضوابط تدري الرئيس الاولوية لان النادي الاهلي حتى على المستوى الاقليمي هو سابق كل اللي حواليه حتى المؤسسات تفرج على المؤسسات هتلاقى النادي الاهلي بياخد خطوات سابقة للمؤسسات نفسها سواء في التسويق سواء في ناحية البطولات سواء في الإنجازات سواء في الاستثمار سواء في ازاي بينشئ فروعه سواء ازاي بيقدي خدماته لاعضاءه لاعضاء الجمالي العمومية ازاي بيبني فرأ ازاي بيحصل على بطولات كل ده هو سابق فيه والكلام دوت مش من فراغ وهفضل اتكلم واقول ان كلمة نادي القرن او لقب نادي القرن مش مجرد كلمة مش مجرد كلمة فعشان اوصل لاستمرار النجاح لازم امشي على نسق النسق ده يكون له ضوابط ولو احكام والاحكام تكون في النصاب الصحيح والنصاب الصحيح لا يأتي الا بالصحيح لا يأتي الا بالصحيح ولكن نلزق الموضوع من اجل بعض الاشخاص ده لا نلزق المواضيع ونلزق اللوايح عشان بعض الاشخاص لا الاشخاص ما بتعودش اللي بيبقى القيام 110 سنة على مدار التاريخ النادي الاهلي لم يقف على احد الاشخاص جي كابتن الدزوي وجي كابتن مختار التتش وجي نجوم كبار على مدار تاريخ النادي الاهلي وبطلوا والنادي الاهلي يستمر في النجاح ما بيقفش على اشخاص نفس الشيء بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة ورؤساء مجلس الادارة شوفوا جا كام رئيس وذهب والنادي الاهلي يستمر لان ده تراث بيتورسوا الاجيال جيل بيسلم جيل بنفس النصق بنفس الفكرة ولكن كل عصر له اولوياته ولو حساباته في 2017 غير في 1907 على الرغم انك لو شفت رئيس النادي الاهلي في 1907 هتلاقيه مطابق لنفس الشروط اللي النادي الاهلي بيحطها في الحيطة دلوقتي بصوا مين اول رئيس للنادي الاهلي وكان ايه مؤهله الدراسي ومؤهله التعليمي وكان مؤدي خدمة العسكرية بتاعته ولا لأ هتلاقي نفس الشروط اللي النادي الاهلي بيحاول وضعها للايحته الخاص واذا كانت هناك بعض المؤسسات ترى ان رئيسها ماينفعش يبقى عنده مؤهل عالي دي شؤونها انت عايز تفشل لكن النادي الاهلي لأ مش عايز يفشل عايز ينجح انت شايف ان ممكن يكون رئيس مؤسستك هربان من التجنيد دي حاجة تخصك لكن النادي الاهلي هو القدوة هو نادي الوطنية لا يصح ان يكون رئيس النادي الاهلي وقدوة الشباب ومن يقود الشباب متهرب من شرف الخدمة العسكرية هو يعني ايه رموز الرمز يعني ايه كلمة رمز الرمز ده اللي بيقدي خدمة وبيقدي انجاز الى انجاز بدوابط ونسق عشان كده وصل لكلمة رمز ما هو مش اي حد ينفع يبقى رمز مش اي حد ينفع يبقى رئيس النادي الاهلي لان النادي الاهلي مختلف ومش مختلف من مجرد كلام مش مجرد كلام احنا بنقوله خلاص ومش عشان احنا هنا في قناة النادي الاهلي نفس الكلام مما كنت في قناوات اخرى كنا بنتحدث عن نفس الشيء النادي الاهلي مختلف لان طريقة ادارته مختلفة وضوابطه مختلفة على كل الاصعادة سعيد الفني من ناحية فريق الكرة سعيد الاداري من ناحية الرادات الاخرى هتلاقى حتى في كل لما بيجي الاهلي بيجيب العيد يقولك ده اخلاقنا ولا لا ده اخلاق النادي الاهلي ولا لا تفرجوا حضراتكم كده لما منصطديف النجوم الكبار نجوم اللي قدت للنادي الاهلي الكثير والكثير من العطاء والبطولات يقولك اهم حاجة تلاقي الفرقة كباتن الفرقة بيستقبلوا اللعيب الجداد عشان يديهم السيستم والنظام اللي موجود للنادي الاهلي فازاي انا حبقى قادر ان انا احط نظام وسيستم ولواقح وانا غير مؤهل كرئيس ازاي وازاي وانا ماشي في طريق بحقق فيه انجازات هلاقي هذا الانتقاد ازاي مش منطقي واللي بينتقد بهذا الشكل بيكشف نفسه فرقة واخد دوره كاس وناس بتتكلم على الملاحظات الفنية اقول انت عايز ايه تاني فرقة ما بين الشوتين او بعد ما النادي المصري حقق هدف وابتدى على بعض المواقع وفي السوشيال ميديا الكلام لكن هما نسيوا ان النادي الاهلي تسعين بلس نسيوا النادي الاهلي بلعب لاخر نفس والاخر قطر على مدار التاريخ واحنا كنا عاملين نسرد لحضراتكم ماتش الاهلي والمصري اربعة وتمانين وماذا حدث وخلاص والناس بالفرقة التانية بتستعد انها تستلم كاس مصر وفي الديئة كام 92 ولا 93 النادي الاهلي بيحرز هذا نفس السيناريو احتفالات في الجنب الاخر وكذا وكذا وابتدت بقى سيلان الانتقادات رغم النادي الاهلي ايه ده بطل الدور العام ووصل لفاينال الكاس يعني اذا لم يفوز النادي الاهلي بطولة كاس مصر هو محقق موسم ناجح كروية لانه يواخد البطولة الاهم والاقوى بطولة الدوري وبرضه فيه انتقادات وانتقادات غير موزونة وما تفهمش هي عايزة ايه احنا دلوقتي في 2017 كل بقى متفتح كل بقى واصل في الانترنت وبيشوف كل حاجة في العالم وتلاقي الناس بتعمل لك مقارنات لأكبر اندية العالم وامتعبع وحافظ الفرق وحافظ اللعيبة فلما تيجي تلاقي الناس بتتكلم معك تقول لك هو النادي الاهلي يعمل ايه تاني كاس بان دوري وكاس والناس بتنتقدني بناء على ايه وايه موضوعيتك الدين الموضوعية اللي ممكن انت عايز توصل ان النادي الاهلي فشل فيها لكن انت مش لقي حاجة مش لقي حاجة تتكلم عليه انت عايز تتكلم وخلاص لانك موجه انك تتكلم مش عشان انت عايز الاحسن النادي الاهلي في فترة من والجزيه كان بينتقد وكان باين اللي بينتقد النادي الاهلي كان بينتقد ايه وكان مكتسح كل البطولات فترة احلال وتجديد مجلس السابق صراحة عمل فترة من افضل الفترات ولكن مع فترة الاحلال والتجديد وماذا يحدث الان داخل النادي الاهلي والجيل الكبير انت ما تقدرش تعاود ابو تريكا بسهولة ما تقدرش تعاود بركات بسهولة ما تقدرش تعاود واق الجمعة بسهولة ما تقدرش تعاود نجوم ونجوم بسهولة صعب ان انت تبني فرقة بهذا الشكل ولكن بنيت وكسبان الدوري وكسبان كونفدرالية وكسبان دوري تاني وكسبان دوري تالت وكسبان كاس مصر ولسه فيه ناس بتنتقد انتقادات غير موزونة وغير معقولة وتندهش تتفرج على الخبراء اللي منتمين للاندية الاخرى وتفرجوا هما بيقولوا ايه عن نادي الاهلي وتفرجوا هما بيتمنوا ايه من النادي الاهلي يكون موجودة عندهم في انديتهم وانت تعرف الفارق والمستوى وتعرف اللي بيقعد يتكلم وخلاص بيتكلم بناء على ايه واحنا مش هنقعد نقرر اسامي معينة لان اصلا ان انت تقرر اساميهم ده حاجة ما يعني هما ما يستهلوش طب احنا معنا اشتركوا في القناة